موسيقى لا تتوتر أبداً دراما كوين حتى على أيامنا كنا نقول صياحونا رجيلة سمعتها السوالف؟ أيوه فنحن جالسين يوم نتكلم عن فسيفساء المشاعر المشاعر هذه ونحن صغار جداً تكونت الداخلنا ولكن للأسف نحن خضينا برمجة نرفض بعض المشاعر وما نتقبل كل المشاعر يعني مثلاً ممكن نحس بالفرح والحب والابتهاج ونرحب فيهم لكن في مشاعر ثانية نحن نرفضهم تماماً مثل الغضب الوحدة مثلاً الحزن التوتر ما نحب هذه الأشياء ما هي الفكرة من المشاعر؟ هل هي مخلوقة عبثاً فينا؟ هناك فكرة لكل شعور ومثل كأنها رسالة جاءة علشان تفهمنا شيء وتعلمنا شيء معين مثلاً بالنسبة لشعور الحزن ما هي فايدة شعور الحزن؟ شعور الحزن يخبرنا أن هناك معتقد سلبي نحن نحمله بداخلنا وهذا المعتقد جال سعيق علينا شعور البهجة سواء كان عن نفسي عن الآخرين، عن الحياة هناك معتقد أن أتبنى بشكل واعي أو لا واعي عن هذا المشاعر ما هي المغزى والرسالة من هذا الشعور؟ إنه لازم أنا العناية أحتاج أن أعطني بذاتي أكثر أحتاج أن أمارس المهارات اللازمة عشان أفرغ هذا الشعور بالضبط يمكن أن يكون فيه شعور متراكم داخلي من خلال هذا الشعور أنا أفهم رسالة الفكرة هذه الشعور اللي بعده عندنا شعور الغضب طيب، نحن كلنا نغضب والإسباب مختلفة بس شعور الغضب له فكرة وله رسالة شعور رسالة الغضب هو إنه تم إساءة فهمي وتم إني أشعر بالخوف فهذا الخوف اللي أشعر فيه طبيعي ولكن أنا أحاول أن أوصل فكرتي للناس ولكن الشعور يكون يطلع بشكل غضب أو إنفعال لذلك شعور الغضب هاي فكرته المغزم إنه وضع الحدود الصحية الشعور اللي بعده عنده شعور الوحدة شعور الوحدة يخبرنا الرسالة إنه هو أنا مرفوض وأشعر بأني غير محبوب فألاحظ الأشخاص اللي يجلسوا وحدهم أو ينعزلوا وتكون عندهم هذا المعتقدات الشعور اللي المغزم من هذا الشعور هي المزيد من التواصل مع الآخرين وطلب المساعدة ممكن الأشخاص يكون ينعزلوا ويمكن ما يحب يتكلموا لكن فيه فكرة وراء هذا الشعور الشعور اللي بعده هو شعور الذنب يشعر الإنسان إنه قام بفعل ما فعشان كذا هذا الشعور يخبره إنه أنا قمت بعمل ما يخترق قيمي فأنا سيشعر الإنسان بالذنب ولكن الفكرة ما هي بس إنه أنا أشعر بالذنب أو أشعر بالندم أو الغضب فيه فكرة اللي هي إنه التوقف عن الندم وتعوض وتعديل ما يمكن طيب الشعور اللي بعده حلو نتكلم الحين عن رحلة الشعور هذا طيب نحن فهمنا إنه فيه لكل شعور فيه رسالة من أين يبدأ هذا الشعور؟ وكيف نعرف نتعامل معه بشكل صحي؟ نتعامل معه لكي نعرف من أين يبدأ نأخذ مثال على هذا مثلاً أنفجر من موقف تافه أو عفواً نبدأ بالشعور الإنزعاج شعور الإنزعاج حسيت مثلاً بالإنزعاج فيه عندي عدة طرق مثل ما ألاحظ الرسمة فيه أكثر من مسار ممكنني أقاوم الشعور هذا وممكن أكبته وأشعر بيتبلد وخلاص أسوي عمري إنه مثلاً ما انزعجت ولا أشعرت بالإستياء أو أي شيء ولكن هذا الشيء ممكن يولد نتيجة أني رح أنفجر من أي موقف تافه طيب فيه خيارات ثانية؟ فيه خيارات ثانية هي أني مثلاً أقاوم الشعور أبدأ ألاحظ أني أقاوم هذا الشعور اللي أحسه وبعدين أتقبل شعوري أعبر عنه أنا عارف الحين أن أشعر بالإنزعاج مثلاً أو بالغضب أو أي شعور ثاني فأتقبل هذا الشعور وأعبر عنه طيب كيف ممكن أعبر عنه؟ أعبر عنه من خلال الكتابة التأمل مثلاً عن طريق الفنون عن طريق الروحانيات أو أتكلم مع شخص موثوق به أتكلم مع مثلاً مختص بالصحة النفسية وكذا رح يعبر الشعور ورح أشعر بالراحة لذلك هو الخيارات موجودة عندنا هل أستطيع أني أقاومه وأكبده؟ فلما أقاومه يضاعف هالشعور؟ أو رقم اثنين أني أعبر عنه بالطريقة الصحية طيب الحين في حال عدم قبول المشاعر إذا ما قبلت مشاعري ماذا ممكن يصير؟ ممكن فيه مشاعر تكون واجد مزعجة وما مريحة بالنسبة لنا مثل شعور الخوف مثل شعور الغضب ممكن شعور الندم هذا المشاعر لا يريد أن يشعر فيها ولكن مهم نتقبل هذا المشاعر مثلاً شعور الضعف نحن ما نحب هذا المشاعر ولكن هي جزء من إنسانيتنا إذا ما حسيننا بهالمشاعر ممكن نحن ما نكون ناس يكون كأننا في شيء ناقص فينا عدم قبولنا لمشاعرنا يخلينا عرض الإضطرابات النفسية أكثر ويخلينا عرضها للأمراض الجسمية أيضاً كذلك وفي واحد دراسات وضحت هذا الشيء ارتباط العامل النفسية بالأمراض الجسدية والفكرة الأساسية هي كلها هي رفض المشاعر أي موقف أو أي حدث في الحياة نحن نرفضه ونحن نتصارع معه وإذا نحن رفضنا إننا نطلع ونصرح فيه ونتقبله رح تصير مشكلة وإذا نحن ما عبرنا عهل المشكلة جسمنا رح يعطينا إشعارات ورح يعطينا أمراض يخبرنا إننا تتوقفوا لازم نعالج هذا الشعور وإذا نقبلنا مشاعرنا رح نتعرض لتضخيم المشاعر السلبية رح نغوص في المشاعر السلبية أكثر وأكثر نحن ما عارفين نتعامل معها ولا عارفين يا ننكرها تماماً يا نغوص فيها يا نتمسك فيها أحيانا يكون الإنسان تشعور بالتعلق للحزن والغضب والآلام حتى فممكن نحن نعرض نفسنا لضرر كبير شي ثاني أيضاً يخلي الإنسان ما يقبل مشاعره فهو رح يبقى في منطقة راحته ممكن يكون فيه موقف ما مريح لكن أنت تدخل فيه وتجرب الشعور فكذا رح يتطلع من منطقة راحتك وبشكل أساسي عدم قبول المشاعر يعني عدم رفض الواقع وأحداث الحياة لأن أحداث الحياة هي المشاعر لأن الرحلة هي تجربة شعور فأحبت شارككم اليوم بهذا اللوحة وخصوص أننا نتكلم عن الفوسيفسة هذه اللوحة جذبت انتباهي بشكل كبير لأنها فيها ألوان مختلفة وكأنني أشبه هذا الألوان بالمشاعر فيها أحمر وفيها أصفر وفيها أزرق كل الألوان فلو شبهنا كل شعور بلون ولنفترض مثلاً أن شعور الأحمر هو شعور الغضب نتخيل أننا نأخذ شعور الأحمر هذا هذا اللون الأحمر من اللوحة ستنقص اللوحة صح؟ ستنقص أو مثلاً أخذ اللون الأزرق وهو مثلاً لنقول أنه هو لون الحزن اللوحة كما هي بالضبط مثالية لماذا؟ لأن كل عنصر له دور وكل عنصر له فكرة ورسالة فممكن نحن لا نحب مثلاً فكرة أننا نكون ضعيفين لا نحب نطلع بمظهر الضعف أمام الناس سيجعلنا مثلاً من نحرج لا نحب هذا المواقف ولكن هي كذا اللوحة هي كذا الإنسانية بكل شكل مختلف تشمل جداً ألوان فممكن تكون استياءة، غضب، انزعاج، حب، فرح، كل المشاعر طيب في النهاية أنا أحب أن أتكلم عن ثقافة المشاعر نتبنى ثقافة جديدة للمشاعر هذه الثقافة تسمح لنا أن نحن نفهم بالضبط ما الذي يصير فينا نفهم ما الجالسين نحس ما المشاعر الذي نريد أن نخبيها ما المشاعر الذي نهرب منها ما المشاعر التي لا مريحة بالنسبة لنا ولكن لو ركزنا عليها ستفيدنا نفهم أنفسنا ونفهم الآخرين ونفهم كيف نتعاطف مع أنفسنا ونفهم كيف نواصل آخرين وكيف نتعاطف معهم أيضًا ممكن أيضًا نفهم كيف نتعامل مع شعور معين مثلاً شعور الفقد عند فقدان شخص عزيز أو مثلاً نتعامل مع شعور مثلاً الفشل في وظيفة مثلاً أو الفشل في علاقة ما كيف نتعامل مع شعور إننا مثلاً أنتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى في حياتي مثلاً مرحلة الأمومة مرحلة أني هاجرت مكان ثاني مثلاً فكل هذه يحتاج لها دكاء عاطفي ونحن ما رح نفهم الأشياء إذا ما فهمنا مشاعرنا بالضبط نحن نحتاج أن نفهم أكثر كيف ممكن نطمن مثلاً الأبناء إذا حدث مثلاً طلاق أو شيء هنا نحن لازم نفهم شعور وشعور الأمان للأبناء كيف نطمنهم مثلاً نحتاج نفهم كيف ممكن نفهم احتياجات كبار السن كيف ممكن نفهم احتياجات ذوي الإعاقة مثلاً فنحن نحتاج المشاعر بشكل كبير في حياتنا علشان نحب نفسنا أكثر ونحب الآخرين ونحب الحياة وشكراً شكراً شكراً شكراً